هنروح لفريق السيدات الحمد لله في وضع أفضل حالا كثيرا من الرجال الحمد لله ما عندوش إصابات أو إصابات خفيفة اللعبات يعني الحمد لله في شكل جيد هلعبوا طبعا قبل النهائي بإذنك يا رب مع سموحة إن شاء الله المباراة هكون يوم يوم التلاتة اللي جاي إن شاء الله المباراة هكون يوم التلاتة القادم الساعة واحدة للضهر مع المرتبط ونفس الوضع مبارايتين راحة يوم مبارايتين تفوز بتلاتة أو أربعة في مجمل المباراة تتأحي إن شاء الله منتظر بإذن الله أنت مرتبط بتاعك جيد أيضا بيقوده كابتن ماجد سلامة ننتظر إن شاء الله الفوز في هذه المباراة مين بيقود السيدات طبعا نجمينها الكبير كابتن طاري خيري وإن شاء الله هتبقى المباراة زمولة حداكم إيه الثلاثاء مع سموحة طب سموحة هتأهل على حساب مين على حساب اليوبلس وإحنا هتأهلنا على حساب مين على حساب الصيد الناحية التانية الجزيرة وسبورتينج واللي هيكسب هيطلع على الفينال إن شاء الله وطبعا يعني مش محتاجة أفكر حضراتكم إن احنا بإذن الله هنستضيف أول بطولة للباسكتبول أفريكا الليج سيدات أو أول بطولة أفريقية اللي جاية دي هنستضيفها إن شاء الله على ملعبنا وأتمنى الفوز الحقيق أنا نفس انفوز طبعا لأن النادي الأهلي اسم كبير ومشاركته لازم تكون كبيرة لهذا الفريق ولكن عايز النفوز كمان عشان طرق خير الحقيق كابتن طرق خير زمير الملعب يعني هيكون حق إنجاز كبير جدا يمكن مفيش حد في مصر حققه أتمنى يا رب أنه نفوز إنجاز كبير لنادي الأهلي وأيضا إنجاز كبير لطرق خير المدير الفني أنه يكون حقق هذا اللقب مع الرجال والسيدات كأول مدير فني في التاريخ يحقق هذا اللقب في النحيطين رجال وسيدات طب صعب علينا لا أمس صعب لو أفكركم نادي سبورتنج السنة الفاتت على طول بالرغم أنه لم يتوج بأي بطولة في مصر لكن فاز ببطولة أفريقيا العام الماضي أتفتكر كانت في الكاميرون أو حاجة زي كده وفزنا فيها سيدات سبورتنج والنادي الأهلي هنا تفوق على سبورتنج بشكل كبير كده خلي بالكم البطولة برضو هيستطيع كبتن طريق خير بالإضافة للعيبة السنغلية اللي عندنا يكون عندنا اتنين محترفات كمان يعني الفرقة تبقى أقوى من كده كمان أتصور إن شاء الله أنه احنا أقرب فريق حظا للفوز بهذه البطولة طبعا الصالة تتزين بجمهور النادي الأهلي العظيم اللي هيبلى الصالة والي هيشجع فرقته وأتصور ده هيكون الورقة رقم واحد أو اللاعب رقم واحد اللي هيكون فيه هذه البطولة